احنا معنا نجم من نجوم المقاولون العرب سعيد الشيشيني عاوز يتكلم عليك وترد عليها بعد كده بس هناخد الأول كلام سعيد الشيشيني وناخد فصل ونرجع لك تاني كابتن شريف عبد منعم صديق ملاعب وصديق شخصي وصديق دراسة ومن الناس المحببين جدا لقلبي كابتن شريف يعني الميزة الحلوة ان كان فيه بيننا وبين بعض منوشات كده في الملعب لان شريف كان بلعب ناحية الشمال وانا كنت هفريت فباستمرار كان فيه منوشات بنا بس كان منوشات يعني ايه ظريفة شوية يعني الشريف عبد منعم كان زميلة معه التعاون وبنا تقابل على طوله وبنبعث لبعض رسائل يوميا وشريف عبد منعم من الناس زي ما قلت محببين لقلبي قوي وكان السنة اللي فاتت كنا فيه عزوما في رمضان كان معايا برضو كان هو مجموعة لعيدة الاهل ومجموعة لعيدة الزمالك يعني اللقاءات باستمرار بيننا وبين بعض يعني على فترات انما الرسائل اليومية يعني بنذكر بعضه وبعد الاحيان هو بيطلب مني حاجات في نادي المقاولين العرب وبتاعه الكلام ده انما يعني شريف عبد منعم يعني اللي عايز اقوله ان الراجل يعني قدف الملعب على اكمل وجه وانا مش عارف يعني هو مرة حب التمثيل وابدع فيه فيه الاعلام شغال كويس قوي فما عرفش هل هو بالنسبة للتدريب مش محبب لي ولا لا فما سألتوش انا حتى السؤال ده انما شريف عبد منعم يعني من الناس المحترمين المؤدبين وتربيين وابن بلد ما شاء الله يعني لو قلت عليه مش هاو فيه حقه يعني اول لعب كان مؤثر جدا يعني في فرقة النادي الاهلي يعني من الناس اه ما كملش كتير انما من الناس المشاهير قوي الناس المؤثرين جدا في نتائج الاهلي في المبارات كمان اللي كان بيلعبها يعني لا شريف عم منعم كان حاجة تانية خالص خالص يعني والناس كلها كان بتحبه خاصة جماهير الاهلي والجماهير التانية لان اساسا ما عملش حاجة وعشة في حد راجل كان بينزل ملعب ليه استايل معين كده ويعني كان حاجة من النوعيات اللي هي اللي تحبه وتحب استايل لعبه كمان سعيد جدا بصداقتك اللي ممتدة لحد دوقتنا هذا بتمنى لك التوفيق في اي مجال تشتغل فيه ان انت خسارة ان انت بطلت بدري لان الناس افتقدت لعبك الجميل افتقدت ادائك المميز في الملعب افتقدت تمثيلك ان شاء الله تعود في مجال تاني تستمر بيه شريف عم منعم زي ما في ناس مكملة بنجومياتها لان انت برضو مخدتش نجومياتك الكاملة انما ان شاء الله تاخد نجومياتك في اي مجال اخر تحبه